السلام عليكم معكم سارة في المطبخ لصاص البيتزا بيلزم لنا 4 ملاع أكبار معجون طماطم مع ملع أكبير من الأوريغانو ملع أصغيرة بصل بودرة و ملع أصغيرة توم بودرة نصف ملع أصغيرة بابريكا و ربع ملع أصغيرة فلفل أسود مع ملع أصغيرة من السكر و ملع أكبير من زيت الزيتون من رش رشة ملح و نضيفها علي نكوبة من المية المغلية حتى ينتزه بشكل سهل نضيف الماء على دفعتان نباركي محتشته كل الكمية حتى ما تطلع السوس عندكم رخوة كتير و هيك أسهل السوس بيتزا بضقيقة واحدة بتكون سارة جاهزة عندكم و هنعمل سوس بيضة كتير سهلة و لزيزة بيلزم لنا أربع ملاع أكبار من الجبن المطبوخة الجبن القابل للدهن بالإضافة لنصف جوب من الحليب و نضيفه على دفعتان كمان و نخلط حتى نوصل للقوام المطلوب و هلأ ما نحضر التوست و نبلش نحطه بالصينية و نحط فوق المكونات الصينية مسحته أنا بشوية زبدة حتى تعطينا تحميرة حلوة للتوست و نبلش نصفهم جنب بعضهم بهيدا الشكل و نعمل أول طبقة و نبلش نحط كمية من سوس البيتزا على كل قطع التوست و نرجع و نوزعها بشكل متكامل على كل القطع و نحط طبقة من جبنة الموتزليل عليهم و فوق طبقة من البيتزا و نعيد نفس خطوة سوس البيتزا و نحطها ع كل القطع و نوزعها وهلأ فوقه منوزع السوس البيضة كتير حتعطينا طعم لذيذ وقوام طيب وكريمي ومنرجع هلأ منحط طبقة تانية من البيبروني عليها متل ما عملنا بأول طبقة بس نخلص البيبروني منرجع مسكرة بطبقة تالتة من التوست وهلأ هاي دي اخر طبقة منحط الكمية المتبقية من السوس البيضة يلي عنا بالاضافة لكمية المتبقية كمان من السوس البيتزا ومنخلطن مع بعضن ومن فوقه منحط جبنة الموتزريلا تقريبا بيلزام الكمبان 200 جرام إلى 300 جرام جبنة بهادي الوصفة حسب الحاجة والرغبة ولنعطيها شكل حلو بالتقديم منحط قطعتين بيبروني على كل قطع التوست بهيدا الشكل منفوتها على فرن محمى درجة حرارة 180 بالرف الوسط النار من الأسفل لمدة 20 دقيقة وهيك أكلتنا صارت جاهزة شايفين قطع البيبروني من فوق شو حلوين وصفة كتير سهلة ولذيذة بتعطينا نكهة البيتزا كمان بتعديلات حلوة عليها مثل الصص البيضة اللي عملناها وإضافة التوست من دون ما نعجم من دون ما نتعذب وصفة كتير طيبة كتير بنصحكم تجربوها هيك كلها طبقات وغنية بالنكهة والطعمة البيبروني اللي فيها كتير لزيز يلي بيحب البيبروني على البيتزا هينبسط كتير بهدي الوصفة وهيك ممكن وصلنا لنهاية الفيديو اليوم شاء الله يكون عجبكم صحتان وهنا